اعايز اعايز اروح معاك لتقييمكم للعيبة النهاردة محمد الشناوي من واحد لعشرة تمانية تمانية الشام اه اه اطفة معرضة تمانية اه لان هو عشال فرص كانت ممكن تبقى يعني بتقرب النتيجة عشال فرص مهمة طيب نروح ليه يعني واحد من اهم اللعيبة رامي ربيع تسعة تسعة من عشرة تسعة الفترة كلها مش على المباراة دي اه فترة اخيرة الفترة دي خلته دلوقتي ازا احنا بنقول هو موجود هنا ليه عشان هو الفترة اللي فاتت عمال بيجيب وفة يعني الموضوع بقى ماشي معا نفسيا كويس كابتن شان انا اقول عشرة عشان جايب جون كمان عشرة اتفوق بالجون عشرة طبعا يعني رامي ربيع عشرة واحد من من بيسلم على الناس وماشي بيقعد اساسي وبلعب منتخب مصر اساسي وبيجيب جوان واحد من اهم دي شخصية ها رامي طول عمر عندك دي ده 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 فكر الليه عقلية عقلية عشرة من عشرة طيب نروح ليه ياسر ابراهيم سبعة كابتن شان اتفل معاك سبعة نعم ده كان مواجهة طيب ناس كلها برضو كانت النهار ده عينها عليها يا طيب الله يعني منتظرة بقى تشوف بديل علي معلول وكده تاني لما بنقيم ما تقيمش على اللي عندك بقاله ست سبع سنين لازم تقيم لما كان معلول اول سنة كان عامل ازاي كم يطلع نار من بوق بقى لأ فى البداية لأ كان جامد والله لا فى البداية مكن شئ البداية زى الزايد اه طبعا لأ اه انا قصد انه عامل الوقت مهم بالعكس ده 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 مستوى نزل عن سنتين voix ثلاثة فكا انا قصد ان هو منضبط تكتكية وده اللي هو محتاجه دلوقتي يعني الحتة الهبومية ما سواء ماتش النهاردة بالملعب بالأجواء ما يدي لكش انطباع يعني لسه ما يعيبش في السادة القاهرة يعني فأنا بقول ستة يعني اقول خمسة ومش عايز الناس دايما تقارن احنا عندنا مشكلة في مصر ان احنا بنقارن رضا ولا هشام هشام ولا رضا هشام ولا خالب انا لازم اقارن نفس البوزيشن انا لازم اقارن نفس البوزيشن انا خلاص علي كبر علي لو موجود وبيلعف عز سنه يعني ده خمسة وعشرين سنة ده خمسة وعشرين سنة لكن ده واحد حس كبر فلازم اقارنه مساحته محمد هاني محمد هاني يعني ستة ستة طيب امام عشور لا امام النهاردة برضو ستة كان عنده احسن من كده خمسة هو راجع من اصابة وكان بعيد عن المتخب طيب نروح لمروان عطية مروان تمانية تمانية يعني اه في الرنج ده من ستة لتمانية لان هو النهاردة كان عنده انزار وراجل خرجه عشان ما يتريتش ولعب ماتشين كبير ولعب ماتشين كبير فانا اعتقد ان هو من ستة لتمانية يعني اديله ستة طيب حسين الشحات برضو نفس الليسة ما اكتملش اللي يقل بدانية لكن اديله ستة اوضع بس برضو هو الصنع الهدف الاولاني مش هو جماعة احنا الموضوع ان انا اصنع احنا كنا صنع انا كتيرها قوي قبل كده لكن هي مش بالصناعة مش بالصناعة يعني برسي تاو نهاردة واحد غاية بقاله كتير لا في عنده حاجة حسين الشحات ستة ستة او سبعة ستة ستة برسي تاو تسعة تسعة النهاردة تدي ده دلو تسعة وتسعة ونصف كمان يا تفاقل انا جاب جنين واشتغل طول الماتش تسعين دقيقة طيب يا تقييمك لو سامة ابو علي اه تمانية انا بالنسبة لي لان انا بحب تحرق انا بشوفه من تحرقاته اكتر يعني معاني نهاردة من الماتشات الاولية لا بتاعت بس اتحرق كتير وعمل جهد كبير وجاي من ساق يعني هتديله الاعذار في ديت تمام تسعة تسعة مسامة ابو علي النهاردة طبعا لا والله اه لانا انا بقى الادوار بالنسبة لي اه ادوار تانية مش يعني اللي بيجي هدف لا طاهر محمد طاهر طاهر ملعبش كتير بس لا يعني خمسة وستة هو اللي عمل جهون التالت يا اعتبر في عمسة ستة لا انا هتديله سبعة لان طاهر كل الكرات التحولات اللي في شوت تاني كانت من خلاله وعمل الجهون التالت لبير سي تاوي يعني ما ادرش ما ادرش قيم عمر كمال اعتقد لا ما ادرش برضو نادر في ديارة خمسة وسبعين ما كان ما ادرش لا مش هتديله افشا افشا لا اقدر اقايمه لانه هو راح بفرص وكان ممكن يطلع كرة كهرباء وطاهر كان ممكن يبسيها الكهرباء احسن يدعلم ما احسن من كده فا افشا اديله برضو سبعة يعني افشا خمسة خمسة كولر لا اديله عشرة من عشر عشرة من عشر طبعا كان مليون في المية عشرة من عشر اقدر المباراة بشكل ممايز جدا مكسب بره بلعبه وحافظ على تحطيم الارقاء لا في عوامل كبيرة يقول النجاح ليه حتة ان انت تبقى منظم الفرقة زي ما انت عايز ده نجاح